السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي الأفاضل مرحبا بكم وأهلا وسهلا في هذا الفيديو الجديد من قصص الأنبياء قصتنا لهذا الفيديو عن سيدنا صالح عليه السلام في منطقة الجحر التي تقع بين الحجاز والشام والتي تسمى الآن بمدائن صالح كانت تعيش قبيلة مشهورة تسمى تمود يرجع أصلها إلى سام بن نوح وكانت لهم حضارة عمرانية واضحة المعالم فقد نحت الجبال واتخذوها بيوتا يسكنون فيها في الشتاء لتحميهم مع الأمطار والعواصف التي تأتي إليهم من حين لآخر واتخذوا من السهول قصورا يقيمون فيها في الصيف وأنعم الله عز وجل عليهم بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى فأعطاهم الأرض الخصبة والماء العدب الغزير والحدائق والنخيل والزروع والتمار ولكنهم قابلوا النعمة بالجحود والنكران فكفروا بالله سبحانه ولم يشكروه على نعمه وعبد الأصنام وجعلوها شريكة لله وقدموا إليها القرابين ودبحوا لها الدبائح وتضرعوا لها وأخذوا يدعونها فأراد الله هدايتهم فأرسل إليهم نبيا منهم هو صالح عليه السلام وكان رجلا كريما تقيا محبوبا لديهم وبدأ صالح يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك ما هم فيه من عبادة الأصنام فقال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره سورة الأعراف الآية 73 فرفض قومه ذلك وقالوا له يا صالح قد كنت بيننا رجلا فاضلا كريما محبوبا نستشيرك في جميع أمورنا لعلمك وعقلك وصدقك فماذا حدث لك وقال رجل من القوم يا صالح ما الذي دعاك لأن تأمرنا أن نترك ديننا الذي وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا ونتبعا دينا جديدا وقال آخر يا صالح قد خاب رجاؤنا فيك وصرت في رأينا رجلا مختل التفكير كل هذه الاتهامات وجهت للنبي الله صالح عليه السلام فلم يقابل إساءتهم له بإساءة مثلها ولم ييأس من استهزائهم به وعدم استجابتهم له بل ظل يتمسك بدين الله رغم كلامهم ويدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد ويدكرهم بما حدث للأمم التي قبلهم وما حل به من العذاب بسبب كفرهم وعنادهم فقال لهم واذكروا إذا جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوءكم في الأرض تتخذون من سهولها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتاً فاذكروا آلاء الله ولا تعتوا في الأرض مفسدين ثم أخذ صالح يذكرهم بنعم الله عليهم فقال لهم أتتركون فيما ها هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخيل طلعها هضيم صورة الشعراء 146 و148 ثم أراد أن يبين لهم الطريق الصحيح لعبادة الله وأنهم لو استغفروا الله وتابوا إليه فإن الله سيقبل توبتهم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إنا ربي قريب مجيب صورة هود الآية 61 فآمنت به طائفة من الفقراء والمساكين وكفرت طائفة الأغنياء واستكبروا وكذبوه وقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي دلال وسعر ألقي الذكر علينا من بيننا بل هو كذب أشر صورة القمر الآية 24 و25 وحاولت الفئة الكافرة دات يوم أن تصرف الذين أمنوا بصالح عن دينهم وتجعلهم يشكون في رسالته فقالوا لهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه صورة الأعراف الآية 75 أي هل تأكدتم أنه رسول من عند الله فأعلنت الفئة المؤمنة تمسكها بما أنزل على صالح وبما جاء به من ربه وقالوا إنا بما أرسل به مؤمنون صورة الأعراف الآية 75 فأصرت الفئة الكافرة على ضلالها وقالوا معلنين كفرهم وضلالهم إن بالذي آمنتم به كافرون صورة الأعراف الآية 76 ولما رأى صالح عليه السلام إصرارهم على الضلال والكفر قال لهم يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير صورة هود الآية 63 وكان صالح عليه السلام يخاطب قومه بأخلاق الداعية الكريمة وآدابه الرفيعة ويدعوهم بالحكمة والموعدة الحسنة تارة ويجادلهم تارة أخرى في موضع الجدال مؤكدا أن عبادة الله هي الحق والطريق المستقيم ولكن تمادوا قومه تامود في كفرهم وأخذوا يدبرون له المكائد والحيل حتى لا يؤمن به أكثر الناس ودات يوم كان صالح عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله ويبين لهم نعم الله الكثير وأنه يجب شكره وحمده عليها فقالوا له يا صالح ما أنت إلا بشرا مثلنا وإذا كنت تدعي أنك رسول الله فلابد أن تأتينا بمعجزة وآية فسألهم صالح عليه السلام عن المعجزة التي يريدونها فأشاروا على سخرة بجوارهم وقالوا له أخرج لنا من هذه السخرة ناقة طويلة عشراء وأخذوا يصفون الناقة المطلوبة ويعددون صفاتها حتى يعجز صالح عن تحقيق طلبهم فقال لهم صالح أرأيتم إن جبتكم إلى ما سألتم أتؤمنون بي وتصدقونني وتعبدون الله الذي خلقكم فقالوا له نعم وعاهدوا على ذلك فقام صالح عليه السلام وصلى لله سبحانه ثم دعا ربه أن يجيبهم إلى ما طلبوا وبعد لحظات حدثت المعجزة فخرجت الناقة العديمة من السخرة التي أشاروا إليها فكانت برهانا ساطعا ودليلا قويا على نبوة صالح ولما رأى قوم صالح هذه الناقة بمنظرها الهائل آمن بعد قومه واستمر أكثرهم على كفرهم وضلالهم ثم أوحي الله إلى صالح أن يأمر قومه بألا يتعرض للناقة بسوء فقال لهم صالح هذه ناقة الله لكم آية فضروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم سورة الأعراف الآية 73 واستمر الحال على هذا وقتا طويلا والناقة تشرب ماء البئر يوما ويشربونهم يوما وفي اليوم الذي تشرب ولا يشربون كانوا يحلبونها فتعطيهم لبنا يكفيهم جميعا لكن الشيطان أغواهم فزينا لهم طريق الشر وتجاهلوا تحذير صالح لهم فاتفقوا على قتل الناقة وكان عدد الذين أجمعوا على قتل الناقة تسعة أفراد قال تعالى وكان في المدينة تسعة رهد يفسدون في الأرض ولا يصلحون سورة النمل الآية 48 ثم اتفقوا مع باقي القوم على تنفيذ مؤامرتهم وقد تولى القيام بهذا الأمر أشقاهم وأكترهم فسادا وقيل اسمه قدار بن سالف وفي الصباح تجمع قوم صالح في مكان فسيح ينتظرون مرور الناقة لتنفيذ مؤامرتهم وبعد لحظات مرت الناقة العظيمة فتقدم أحدهم منها وضربها بسهم حاد أصابها في ساقها فوقعت على الأرض فضربها قدار بن سالف بالسيف حتى ماتت وعلم صالح بما فعل قومه الذين أصروا على السخرية منهم الاستهزاء به وأوحى الله إليه أن العذاب سوف ينزل بقومه بعد ثلاثة أيام فقال صالح عليه السلام لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام سورة هود الآية 65 ولكن القوم كذبوه واستمروا في سخريتهم منه والاستهزاء به ولما دخل الليل اجتمعت الفئة الكافرة من قوم صالح وأخذوا يتشاورون في قتل صالح حتى يتخلصوا منه مثل ما تخلصوا من الناقة ولكن الله عز وجل عجل العذاب لهؤلاء المفسدين التسعة فأرسل عليهم حجارة أصابتهم وأهلكتهم ومرت الأيام التلات وخرج الكافرون في صباح اليوم التالت ينتظرون ما سيحل عليهم من العذاب والنكال وفي لحظات جاءتهم صيحة شديدة من السماء وهزة عنيفة من أسفلهم فزهقت أرواحهم وأصبحوا في دارهم هالكين مصروعين قال تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إنا في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون سورة النمل الآية 52 و53 وهكذا أهلك الله عز وجل قوم صالح بسبب كفرهم وعنادهم وقتلهم لنا قتل الله والاستهزاء بنبيهم صالح عليه السلام وعدم إيمانهم به وبعد أن أهلك الله الكافرين من تمود وقفى صالح عليه السلام ومن معه من المؤمنين ينظرون إليهم فقال صالح عليه السلام يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين صورة الأعراف الآية 79 ولقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على ديار تمود المعروفة الآن بمدائن صالح وهو داهب إلى تبوك سنة 9 من الهجرة فأمر أصحابه أن يمروا عليها خاشعين خائفين كراهة أن يصيبهم ما أصاب أهلها وأمرهم بعدم دخول القرية الظالمة وعدم الشرب من مائها متفق عليه هنا نأتي إلى نهاية قصة سيدنا صالح عليه السلام أتمنى أن يعجبكم الفيديو ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الزر اللايك لدعمنا وشكرا لكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة